أهلا بكم مشاهدين النزاع على الموارد المائية بين إيران وأفغانستان يطفو على السطح مجددا منذ إعلان الحكومة الأفغانية استكمال قرار بناء السدود وإدارة المياه لمعالجة أزمة الجفاف فما تأثير هذا الإعلان؟ وما هي خلفيات هذه القضية التي عمرها نحو قرن ونصف القرن؟ نهر هلماند مشاهدين هو أطول نهر في أفغانستان يمتد مسافة 1150 كم ينساب من غربي العاصمة كابل باتجاه أهواس سيستان ويصب في شرق إيران وهو واحد من بين أنهار عديدة تشترك فيها أفغانستان أيضا مع جيرانها مثل نهر آموداريا المشترك مع تاجكستان وتاركمانستان وأوزباكستان ونهر كونر المشترك مع باكستان الخلاف المائي بين طهران وكابل برز لأول مرة عام 1882 عندما فشلت طرفان في حل مشكلة ترسيم الحدود عند نهر هلماند من أجل تقاسم مياهه فإيران تعاني بدورها من أزمة الجفاف فتوصلت المفاوضات إلى عدم بناء منشآت أو سدود على طول النهر من قبل أفغانستان على الأقل حتى لا يتسبب ذلك في تقليل المياه في إيران تعاقبت لجان التحكيم على القضية لحلها واستمرت الأزمة عقودا وسنوات من دون التوصل إلى حل إلى ما بعد العام 2000 وفاقمت المشروعات التنموية التي تقوم بها أفغانستان من حدة النزاع إذ تخشى إيران من أن يمنع تدفق المياه بشكل أكبر ولهذا السبب يزور وفد إيراني أفغانستان الأسبوع المقبل للتباحث حول قضية الأنهر الحدودية ورفع العوائق أمام حلها وزير الخارجي الإيراني حسين أمير عبداللهيان أبلغ حكومة طالبان أن حق إيران في مياه الأنهر الحدودية معيار مهم بالنسبة للعلاقة بين البلدين وفي حال لم تحل القضية فإن ذلك سيؤثر في التعاون بين الطرفين